توحيد الأسماء والصفات الآيات الكريمة التفسير الله الذي خلق سبع سماوات الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وخلق الله سبع أراضين يتنزل الأمر بينهن ينزل الله ما يأمر به رسله من السماء إلى الأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لكي تعلموا أن الله تعالى ذو قدرة عظيمة على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكي تعلموا أن الله عز وجل يعلم كل شيء ولله الأسماء الحسنى الله سبحانه وتعالى له الأسماء الكاملة في الحسن فدعوه بها فسموا الله أيها الناس بهذه الأسماء واطلبوا من الله بأسمائه ما تريدون وذروا الذين يلحدون في أسمائه واتركوا الذين يغيرون في أسماء الله تعالى بالزيادة أو النقص وغير ذلك سيجزون ما كانوا يعملون سوف يعاقب الله الذين يغيرون أسماءه على أعمالهم السيئة يوم القيامة لا يشبه شيء من المخلوقات الله سبحانه وتعالى في ذاته ولا في صفاته وهو السميع والله عز وجل يسمع جميع الأصوات البصير الذي يرى كل شيء المعنى الإجمالي يخبر الله عز وجل بأنه خلق السماوات والأرض وأنزل أحكامه الدينية على الرسل وأنزل ما قدره على جميع المخلوقات لكي يعلم الناس أن قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة كل شيء وأن علم الله محيط بجميع الأشياء فإذا علم الناس أن صفات الله وأسماءه عز وجل عظيمة وكاملة فإنهم سيعظمون الله تعالى ويعبدونه وحده ثم يبين الله تعالى بأن له الأسماء الكاملة في الحسن لأنها تشتمل على أحسن المعاني وأشرفها وأفضلها ولا يشارك أحد من المخلوقين الله تعالى في هذه المعاني فيجب على العباد أن يسموا الله عز وجل بهذه الأسماء دون غيرها وإذا أرادوا أن يطلبوا شيئا من الله سبحانه فيدعونه بهذه الأسماء ويأمر الله بالابتعاد عن أهل الضلال الذين يغيرون في أسماء الله سبحانه وتعالى بالزيادة والنقص والتحريف وغير ذلك فإن الله عز وجل سوف يعاقبهم يوم القيامة على فعلهم القبيح وعدم تعظيمهم أسماء الله تعالى والله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من المخلوقات في ذاته ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأنه سبحانه الكامل في كل شيء وكل المخلوقات ناقصة والله تبارك وتعالى هو وحده الذي يسمع كل الأصوات ويجيب دعاء الداعين له ويرى كل الأشياء ويعلمها فلا يخفى عليه شيء صغير أو كبير في هذا الكون الأحكام المستفادة أولاً جميع أسماء الله عز وجل كاملة في الحسن لأنها تدل على أفضل المعاني وأشرفها ثانياً يجب على الناس أن يسموا الله سبحانه وتعالى بالأسماء التي سمى بها نفسه فقط ولا يجوز أن يسموه بأسماء أخرى ثالثاً جميع المخلوقات ناقصة تحتاج إلى الخالق سبحانه وتعالى جميع المخلوقات ناقصة ولا في معانيها التي تدل عليها خامساً لا تشبه صفات الله عز وجل صفات المخلوقين فالله سبحانه له الصفات الكاملة ما ترشد إليه الآيات أولاً خلق الله الخلق وأرسل إليهم الرسل ليعرفوا الله ويعبدوه عبادة صحيحة ثانياً معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تفيد المسلم في العمل لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه ويسمعه دائماً وأن الله يعلم ما يفعله فلا يعمل إلا بطاعة الله تعالى ويبتعد عن المعاصي ثالثاً معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تزيد محبة الله تعالى في قلب المسلم لأنه يعلم أن الله تعالى رحيم فسوف يرحمه وغفور فيتجاوز عن ذنوبه وكريم فيعطيه ما يطلبه رابعاً ينبغي للمسلم أن يبتعد دائماً عن أهل الشر ويتركهم كي لا يتأثر بأي صفة من صفاتهم خامساً إذا تفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض فإنه سيعلم أن الخالق سبحانه وتعالى موصوف بالصفات العظيمة فيتعلق قلبه بالله تعالى ويحبه ويعبده وحده